قبل سنة تقريبا الأجواء كانت تختلف عن اليوم أول زعيم يزور زعيم التيار الصدري هو كان محمد الحلموسي أنت كنت تشعر في ذاك التأريخ بصراحة قبل سنة من الآن أن التوافقية آتية لها محال لو فعلا أن الأغلبية هي من ستمضي بماذا أخبرك السيد الصدر في ذاك الوقت كانت زيارة محل تقدير عالي سمعت سيد مقتدى الصدر وزيارة من قائد تيار سياسي مهم بالبلد إلى شركاء في الوطن من المكون السني وتحدث بلغة وطنية عالية تحدث برغبة بإصلاح وضع البلد بشكل عام وكان يسعى إلى أغلبية تنسجم معه لم يؤيد التوافقية أبدا منذ الخطوة الأولى ولكن لم يتحدث عن فقط التيار الصدري مع تقدم ولاحقا مع السيادة أو مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يتحدث عن أغلبية متفقة معها بالمنهج وسعى إلى تشكيل هذه الأغلبية سواء في داخل الوضع السياسي الشيعي أو مع المكونات الأخرى كان صريح وكان واضح حتى مع قوى الإطار كان صريح وواضح معلومة لديه في إحدى اللقاءات أبلغهم بالحديث وخلال المداولات معهم أنه هو يرغب بتشكيل حكومة أغلبية هو اللي يقودها وهو يتحمل مسؤوليتها وأن لم ينجح في تشكيل تلك الأغلبية لا منع لديه أن الآخرين هم من يشكلون الحكومة وحسب ما وردني أقسم يمين يثق به الآخرين بهذا القسم يأما نشكل الحكومة أو أذهب إلى إحدى وإلى المعارضة كيف يمين يثق به الآخرين؟ يعني حلف بدم والد نعم